اختتم المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية فعليته عقب انعقاده على مدار أربعة أيام في العاصمة الإدارية الجديدة اجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم لإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف تحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية كما شارك بالمؤتمر أكثر من ثمانية ألاف مشارك من مصر والعديد من دول العالم حيث تضمن المؤتمر العالمي للسكان والصحة 65 جلسة حوارية شارك فيها 270 متحدثا من المصريين والأجانب نحو تنمية مستدامة جاء ختاب المؤتمر العالمي للسكان والتنمية والصحة على مدار أربعة أيام اجتمع خبراء الصحة والسكان من جميع أنحاء العالم لإيجاد الحلول الابتكارية لمواجهة مختلف التحديات لتحقيق مختلف سبل التنمية كان واضح من الوجود في المؤتمر قد إيه المشاريع اللي مصر بتعملها حاليا على مستوى عالي وأن فيه رؤية واضحة للتقدم في المجال ده وطبعا مجال الإسكان والصحة دي حاجة مهمة جدا وإحنا من خلال هيئة فولبرايت بنعمل مع وزارة الصحة علشان نبعث الشباب المصري عشان يتعلم في الخارج وبنجيب خبراء يشتعلوا مع الشباب على المشاريع هنا في مصر هذا تجمع العالمي لخبراء في عدد من المجالات من خلال إقامته بمصر فرصة عظيمة لتقديم تسهيلات وخطوات لحل العديد من المشكلات بالسكان ومن خلال الدور القيادي لوزارة الصحة والسكان المصرية من خلال هذا المؤتمر تم تحديد أدوار واسعة في مواجهة الأمراض الصحية ومن بينها السرطان بأفريقيا وتحديدا بمصر والجزائر والمغرب وكينيا والجهود المبزولة للوصول إلى الصناعة الدوائية الجيدة والتوعية الوقائية تجاه مرض السرطان من خلال تعاون الشركات في صناعة الدواء في 65 جلسة حوارية تضمن البرنامج العلمي للمؤتمر عدد من النقاشات التفاعلية وورش عمل وأحداث جانبية بمشاركة النخبة من الخبراء المحليين والدوليين من بينها الاستثمار والصناعات الدوائية وتعزيز الابتكار والبحث والاتصالات الفعالة المؤتمر هذا تحدث على موضوعات مختلفة وإذا بتشوف من العنوان بركز أولا على السكان القضية الثانية بركز فيها على الصحة والثالثة على التنمية فمن دون ما نحن نركز على جودة صحة السكان وتعليمهم ما رح يكون في عنا تنمية كنت جزءا من خطط العمل المشتركة في منظمات حقوق الإنسان من أجل حياة أفضل والعنصر الأساسي في هذه العمليات المشتركة هو حق الإنسان في الحصول على تعليم جيد واحتياجه للفرصة لتحقيق ذاته حتى لا يكون عنصرا إجراميا بأكثر من 270 متحدثا بمجال الصحة والسكان والتنمية وقعت نصر بالتعاون مع المنظمات الأممية والخبراء عددا من البرتكولات لتبادل الخبرات للخروج بتوصيات قابلة للتحقيق على أرض الواقع اشتركوا في القناة